بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أيها الأبناء والبنات طلاب الصف الثاني المتوسط في مادة لغة الخالدة لازلنا نتحدث عن التواصل اللغوي وبالتحديد التواصل الكتابي وعنوان درسنا لهذا اليوم هو الفن الكتابي بين قوسين كتابة تقرير وهدفنا هو كتابة تقرير في الحصة الماضية تحدثنا أيضا عن شيء له علاقة أيضا بالكتابة ألا وهو كتابة فقرة في موضوع قد حدده لنا في سؤال معين أتمنى منكم أنكم مارستم تلك الكتابة وعرفتم طريقة كتابة أي فقرة في أي موضوع من الموضوعات التي تريدون الكتابة عنها لا سيما ما يتعلق في وحدة هذه الوحدة المتعلقة في البيئة وصحتها اليوم سوف نمارس أيضا فن من فنون الكتابة التي ربما كتبت أشياء كثير عنها في سنواتك الماضية ولو نظرت إلى هذا الهامش أتذكر أن من فنون التعبير الوظيفي يريد أن يذكرك أنك من رابع ابتدائي إلى أن وصلت إلى هذه السنة أنك سبق وأن مارست مثل هذه الفنون الرسائل والبطاقات تقارير، الاستمارات، إدارة الاجتماعات، الندوة، الإعلانات، البرقيات، إجراء المقابلات كل هذه لها علاقة بوظيفة الكتابة ولها علاقة بتواصل كتابي أن تتواصل مع الآخرين لكن عن طريق الكتابة بداية وكما هو بداية أي درس يبدأ بتمهيد لاحظ أنه وضع لنا عدة نماذج وقال في السؤال أقارن مع مجموعة بين النماذج المعروضة ثم أكمل الجدول أدنى الجدول أوضع في الصفحة التي تليها نذهب إلى الصفحة التي تليها ننظر هذا الجدول المحور اسم النموذج، المعلومات والبيانات المطلوبة في النموذج أغراض استخدامها نموذج رقم واحد، نموذج رقم اثنين، نموذج رقم ثلاثة هو له علاقة بهذه النماذج يعني نموذج رقم واحد ما اسمه؟ نموذج رقم اثنين، نموذج رقم ثلاثة هو الآن يطلب منك أن تتأمل هذه النماذج هي صغيرة قليلاً لكنها واضحة تتأمل هذه النماذج وتستنتج على ما تدل من خلال هذا الجدول أيضاً أطلب منكم توقف وتوقفي وتتأملون هذه النماذج وتحاولوا أن تفكروا لأنها سبق أن درستم كل هذه النماذج الآن الموجودة أمامك في الصفحة 251 كل هذه النماذج سبق أن درستها وسبق أن مارستها طبقتها فعلياً كتابياً فحاولوا أن تعرفوا ما هي هذه النماذج حاولوا بعد ذلك عودوا إلي بعد المحاولة النموذج الأول الموجود معنا حينما تنظر إليه مباشرة سوف تعرف أنه اسم النموذج موجود في أعلى الصفحة إجازة مرضية هذا اسم النموذج النموذج الثاني حينما تنظر إليه أيضاً سوف تجد عبارة فوق الإطار كتب عليه تسجيل طالب أما النموذج الثالث الموجود في أسفل الصفحة فلم يكتب عليها اسم لنموذج لكن لو قرأنا هذا النموذج سوف تعرف أنه خاص بماذا استذكر وراجع معلوماتك السابقة سوف تعرف أن له علاقة برسالة ونسميها الرسائل أو الرسالة شخصية المعلومات والبيانات المطلوبة في النموذج مثلاً رقم واحد عد إلى نموذج رقم واحد وانظر ما هي البيانات الموجودة في هذا النموذج لو دققت النظر سوف تجد معلومات وبيانات كثيرة في هذا النموذج منها انظر معي اسم المريض رقم السجل الطبي ذكر أنثى الجنسية تاريخ الميلاد إلى آخره من هذه البيانات البيانات كثيرة كتبت بعضاً منها وبالإمكان أنك ترجع إلى هذا النموذج وتنظر إلى بقية المعلومات والبيانات الموجودة في النموذج أما النموذج الثاني ما هي المعلومات أيضاً والبيانات المطلوبة فيها حينما تنظر أيضاً إلى النموذج الثاني لديكم في الكتاب سوف تجدون أيضاً هناك معلومات وبيانات مطلوبة اسم الطالب رباعياً الصف الفصل الجنسية تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة دولة الميلاد مكان الميلاد وإلى آخره من هذه البيانات وأوجد استهاب هذه البيانات إلى آخره حينما تنظر إلى النموذج رقم ثلاثة المتعلق باسم النموذج رسالة هذه وهي رسالة شخصية سابق أيضاً أن درست هذا النموذج وتذكرونه جيداً وربما نمارسه الآن حتى لو لم تكن المسألة ورقياً برسالة نصية أو عن طريق الإيميلات أو إلى آخره تطور الزمن بتطور التقنيات المعلومات والبيانات هنا لا توجد لديك في النموذج البيانات محددة لكنها مورست كتبت ولو تذكرون سابقاً ما هي البيانات والعناصر المطلوبة في الرسالة منها من البداية لو نظرت في أعلى النموذج بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة بعد ذلك نأتي إلى اسم المرسل إليه بعد ذلك نأتي إلى التحية والسلام والمرسل والتاريخ الإرسال ومكان الإرسال والمحتوى والخاتمة إلى غير ذلك من المعلومات والبيانات المطلوب تعبئتها وكتبت شيئاً منها نأتي الآن إلى المحور الثالث أغراض استخدامها إجازة مرضية تستخدم لأي شيء ما هو الغرض لاستخدام مثل هذا النموذج لماذا نستخدم مثل هذا النموذج إجازة مرضية نستخدمها حينما حاولوا فكروا قبل أن أتكلم لا مانع أنك توقف وتبحر في تفكيرك وتحاول أن تجد إجابة لأعتبره سؤال أغراض استخدام نموذج رقم واحد الذي هو إجازة مرضية سوف نستخدمها لو كنت طالباً وغبت ذلك اليوم المدرسة تطلب مني أسباب الغياب فأقدم لها هذا النموذج أو لو كنت أعمل أيضاً أقدمها لعملي النموذج رقم اثنين تسجيل طالب أيضاً لماذا يستخدم وما هو الغرض من استخدامه وهو واضح لتسجيل الطلاب والطالبات أو لطلب تسجيل الطلاب والطالبات في المدارس نموذج رقم ثلاثة لماذا يستخدم غرض استخدامه ولو تذكرون سابقاً ما هي الأغراض التي نحتاجها لأجل أن نكتب هذه الرسالة الأغراض كثيرة منها تهنئة منها شكر منها تعزية إلى آخره فالغرض منها للمراسلات الشخصية بين شخصين هذا ما يتعلق في التهيئة ولو لاحظت أن تهيئة تكلم لنا عن شيء سبقاً درسناه قبل أن نبدأ في الفن الكتابي كتابة تقرير وهو الهدف الذي سوف نتكلم عنه كيف تكتب تقريراً وقبل أن نبدأ فيه نأتي إلى هذه الإضاءة الموجودة في يسار الصفحة لديكم أعلم أنه الآن يريد أن يبيننا ما هو التقرير هذه كتابة التقرير ما هو هو يعتبر من ضمن التواصل الكتابي لكن ما هو هذا التقرير ما معناه أقرأ عليكم في نفس الوقت وأنا أقرأ أو أبين بعض الأمور التقرير هو عرض منظم للحقائق والمعلومات الخاصة بموضوع ما تريد أن تعرض موضوع ما تكتب عن موضوع ما هذا الموضوع فيه تنظيم للحقائق والمعلومات التقرير الذي سوف تكتبه توجد فيه معلومات وتوجد فيه حقائق بشكل منظم وخاص بأي موضوع تريد أن تكتبه ننتقل بعد ذلك إلى الهدف من كتابة هذا التقرير ما الهدف حينما يبدأ الإنسان بكتابة تقرير عن موضوع معين في حقائق ومعلومات ما الهدف من ذلك؟ إخبار شخص أو جهة ما بما حدث يطلب منك أن تكتب في موضوع ما حدث مثلا في المدرسة، في عملك، وقع حدث سوف نأتي إلى مثال بعد قليل لكن الآن أمثل بدون تحديد سوف تقدم هذا التقرير إلى شخص إلى معلمك، إلى قائد المدرسة، إلى وكيل المدرسة، إلى مرشد طلابي سوف تقدم هذا التقرير لأنه طلب منك أو إلى جهة بما حدث عن هذه المعلومات المعلومات والحقاق التي أنت كتبت عنها ونظمتها سوف تقدمها إلى إما شخص أو جهة رسمية وسائل جمع المعلومات في كتابة التقرير إذا أردنا أن نكتب تقرير، لا بد لنا من عدة وسائل ما هي هذه الوسائل؟ أول الوسائل الاعتماد على المشاهدة والملاحظة حينما نبدأ من ضمن الاعتمادات الوسائل نعتمد عليها ما نشاهده وما نلاحظه أمامنا يعني شيء نشاهده ونلاحظه هذه أول وسيلة الوسيلة الثانية إجراء مقابلات حية مع الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع هذه الوسيلة الثانية من وسائل جمع المعلومات نحاول أن نجري مقابلات مع أشخاص لهم علاقة بالموضوع الوسيلة الثالثة جمع المعلومات من الكتب والموسوعات والدوريات المجلات والصحف إن احتجنا إلى أن نأتي بحقيقة أو معلومة إلى الرجوع إلى مثل هذه الكتب وهذه الصحف لا مانع هذه تعتبر وسيلة من الوسائل كتابة التقرير هنا تشبه حكاية قصة يعني يريد أن يشبهنا أن كتابتنا للتقرير كأننا نكتب قصة لها زمان ولها أحداث ولها مكان حيث يقوم الكاتب بعرض المعلومات حسب التسلسل الزمني للأحداث هذا الآن يريد أن يخبرنا ما هو التقرير وما هو هدفه وما هي وسائل التي تعيننا على كتابة التقرير ننتقل بعد ذلك إلى الآن سوف نأتي إلى المثال وتلاحظون الآن في السؤال رقم 2-1 يريد مننا أن أقرأ مع من بجواري المقطع التالي ووضع لنا بين قوسين المقدمة الآن ما كتب الآن يعتبر هو التقرير تقرير الآن سوف نقرأه تقرؤونه أنتم لأجل أن نوضح ونوضف الأشياء التي قبل قليل تحدثنا عنها في أعلى مؤنة لكي نصل إلى آخر شيء موجود في التقرير لنتمكن منه فهنا شرح وأيضا سوف يترتب عليها تدريبات على أساس هذه التدريبات تصل إلى طريقة كتابة هذا كيف تكون طريقة كتابة مثل هذا التقرير المقدمة هذا ما سوف نقرأه الآن هي مقدمة لتقرير ما وضع لها عنوان حوادث التسمم في المدرسة أقرأه عليكم أعددت هذا التقرير بتوجيه من رئيس صحيفة المدرسة المرشد الطلابي عن حوادث التسمم الأخيرة في تأريخ 24439 للإجراء وقد طالت عشرين طالبا وكادت تودي إلى وفاة بعضهم لو لا عناية الله ثم قيام المسؤولين في المدرسة بإسعافهم والهدف من وراء هذا التقرير معرفة أسباب الحادث ولفت انتباه المدرسة إلى زيادة الاهتمام بصحة الطلاب ونشر التوعية الصحية بينهم وقد أثبت أسلوبيني وقد اتبعت أسلوبيني لجمع المادة هما الملاحظة المباشرة وإجراء مقابلات مع أطراف المشكلة إذن لاحظوا الآن أنا قرأت عليكم المقدمة وحب ذا أيضا لو أوقفتم وقرأتم مرة أخرى لأجل أن تدخل المعلومات في ذهنك لأنها يترتب عليها أسئلة نأتي الآن إلى سؤال وضعه هنا له علاقة بالمقدمة ألف الموضوع ما موضوع المقدمة التي قبل قليل قرأتها عليكم وهو موجود بالتأكيد في أول المقدمة هو حوادث التسمم في المدرسة الجهة المكلفة بكتابة التقرير من هي الجهة التي كلفت هذا الكاتب بكتابة هذا التقرير؟ ليس المكلف المكلف هو من قام بالعمل المكلف هو من أمر بالعمل من هي الجهة؟ بإمكانكم أيضا حينما تعدون المقدمة أن تجدوا من الذي كلف هذا الكاتب بكتابة هذا التقرير طبعا سوف تجدوا في أول سطر موجود معك رئيس صحيفة المدرسة المرشد الطلابي جيم الزمان هل هناك في المقدمة زمن محدد لكتابة هذا التقرير؟ حينما تنظر إلى المقدمة سوف تجد أن هناك تأريخ موجود في أيضا المقدمة وهو هذا التاريخ طبعا هذه الإشارات ليس لها دخل بالأرقام أتت هنا في هذه الشاشة بدون هذه العلامات فقط الشرطات 24439 دال المكان أين وقعت كتابة هذا التقرير؟ حينما تنظر إلى المقدمة سوف تجد وتعلم أنها كتبت في المدرسة طيب ها الهدف من كتابة التقرير ما الهدف من كتابة التقرير؟ هل الكاتب أورد شيئا من الأهداف لسبب كتابة هذا التقرير؟ بالفعل سوف تجد في نهاية المقدمة والهدف من وراء هذا التقرير ذكر لنا عدة أشياء معرفة أسباب الحادث لفت انتباه المدرسة إلى زيادة الاهتمام بصحة الطلاب نشر التوعية الصحية بينهم لاحظنا أننا الآن في هذا التدريب ناقشنا فقط المقدمة التي بدأ فيها الكاتب كتابته للتقرير إذن الآن نجعل في أذهاننا أن التقرير يحتاج إلى ماذا؟ مقدمة المقدمة هذه تشمل هذه الأشياء العنوان والجهة المكلفة من الذي كلفك في كتابة التقرير؟ الزمن؟ متى؟ المكان؟ أين؟ ما هي الأهداف من كتابة التقرير؟ كل هذه العناصر وجدت في التقرير في قسم يسمى المقدمة طيب ننتقل الآن إلى اثنين أتأمل المقطعين التاليين لاحظ الآن وضعنا بين قوسين عرض الموضوع قبل قليل في الجزء الأول أسماه المقدمة الآن نأتي إلى عرض الموضوع لاحظنا بدأنا نقسم التقرير بدأنا نقسم كتابة التقرير مقدمة عرض الموضوع ثم أجيب عن المطلوب بعدها سوف تجد هذا كما سماه مقطعا وأيضا يليه الصفحة التي بعدها تكملة لهذا المقطع وسوف أقرأه أيضا عليكم نتبع سويا بعد وقوعه هو تكملة طبعا للتقرير للمقدمة السابقة بعد وقوع حادث التسمم الأخير أسرعت إلى مطعم المدرسة لاستطلاع الأمر حاولت فحص كل شيء هناك المطعم يبدو من الوهلة الأولى نظيفا ملتزما بالشروط الصحية فليس هناك ذباب أو حشرات في المكان كما أن عمال المطعم يرتدون ثيابا نظيفا ونظرت إلى مياه الشرب فإذا هي نقية ثم تجولت في قاعة الطعام فوجدتها نظيفا ثم دلفت إلى المطبخ وألقيت نظرة سريعة على الثلاجات والقدور والأفران والأجهزة وأدوات الطبخ والأواني فإذا هي في حالة طيبة قررت بعد ذلك إجراء وأنا أقرأ حبذا لو أيضا قرأتم معي بصوت مسموع لكم قررت بعد ذلك إجراء حوارات مع أطراف المشكلة لأن هناك كما ذكر هناك من أصيب بتسمم وبدأت بالمدير المشرف على المطعم الذي سرد على مسمعي حوادث التسمم المتتالية وأعطاني إحصاءات بعدد المصابين وأسمائهم في كل حالة سألته ما سبب هذه الحوادث فأجاب ما زلنا نحاول معرفة الأسباب انتقلت بعد ذلك إلى الطلاب الذين أصيبوا بالتسمم فقالوا إنهم لم يلاحظوا شيئا غريبا في المطعم بل أثنوا على خدماته وما يقدمه لهم فتحدثت بعد ذلك إلى الطهات فاتضح لي أنهم متخصصون في الطهي وأصحاب خبرة ننتقل الآن إلى الصفحة التي تليها لإكمال المقطع وأخيرا اتخذت قراري بأن أبحث عن الباعة المتجولين خارج المدرسة بجوار الأسوار حيث يتحلق الطلاب حولهم ويشترون مما يعرضون هناك ركزت على المأكولات المعروضة والخضروات المكشوفة مما يعرضها للفساد والتلف ورأيت الأواني التي يوضع فيها الطعام متآكلة من الصدأ والذباب يتطاير حولهم فاستدعيت على الفور قائد المدرسة الذي بدوره استدعى رجال البلدية ولما حضروا طلب منهم فحصوا تلك المأكولات فأقروا أنها فاسدة وغير صالحة للأكل وقالوا بأن هذا هو السبب وراء حوادث التسمم في المدرسة الآن بعد أن قرأت عليكم هذا المقطع والذي يليه أيضا قرأته عليكم ولا مانع أحبتي أن تقرأوا وتعودوا أنفسكم على القراءة السليمة التي فيها تغيير لنظرات الصوت وفيها تمثيل للمعنى هذا كله ضروري في مسألة القراءة الآن نأتي إلى ألف المطلوب من ألف أرتب الأحداث الواردة في المقطع الأول المقطع الأول يقصد فيها الصفحة الأولى والثانية كلها مقطع واحد مما سبق حسب التسلسل الزمني كيف التسلسل الزمني؟ التسلسل الزمني يعني من بداية هذا المقطع الذي هو عرض الموضوع التسلسل الزمني في تتبع الأحداث يعني هذا الكاتب بدأ بماذا؟ بعد ذلك ماذا فعل؟ بعد ذلك ما هو الإجراء؟ بعد ذلك هذا هو الذي يقصد به التسلسل الزمني أطلب منكم أيضا أن توقفوا وتقرؤوا مرة ثانية وتحددوا على شكل رؤوس أقلام التسلسل الزمني ماذا حدث مرة الأولى؟ ما هو الإجراء الآخر؟ ما هو الإجراء الآخر؟ لأنه له علاقة بزمن وترتيب معين فأوقفوا وحاولوا ولو وضعتم خطوطا على نفس المقطع هذا رقم واحد هذا رقم اثنين وهذا ثلاثة إلى آخره بعد ذلك عودوا جميل حقيقة محاولة الكثير منكم واعلموا علم اليقين أن مجرد أنك تحاول وتفكر وتحاول البحث عن الإجابة هذا إجراء غاية في الروعة وله أهميته الذهنية لك أنت فأهنئكم على هذا التصرف نأتي الآن إلى الإجابة الإجابة لو لاحظت هنا متسلسلة أولا وقوع حادث التسمم في المدرسة هذا التسلسل الآن أتحدث عن التسلسل الزمني عمل استطلاعا للأمر عمل هذا الكاتب استطلع الأمر البدء في فحص كل شيء لو لاحظت أنه بدأ يدخل إلى غرفة بائع الطعام في المطعم بدأ يتفقد الأواني والثلاجات إجراء حوارات مع أطراف المشكلة تسلسل زمني لاحظ البحث عن الباعة المتجولين خارج المدرسة الآن ترى أنتقل الآن هذه في الصفحة الثانية في الجزء الثاني استدعاء البلدية التوصل إلى معرفة سبب التسمم لاحظ هذا إذن ما نسميه بالتسلسل الزمني للأحداث الواردة في المقطع المتعلق بعرض الموضوع إذن هنا لاحظ أننا بالتقرير لازم نتكلم عن تقرير والهدف كتاب التقرير إذن بالبداية إذا أردنا أن نكتب تقريرا سوف نقسم التقرير إلى مقدمة بعد ذلك المقدمة لها عناصرها الخاصة فيها العنوان الزمان المكان الجهة المكلفة الأهداف وهكذا بعد ذلك تنتقل إلى عارض الموضوع أو نسميه أيضا المحتوى الخاص بالتقرير نسرد سردا زمنيا لكل الأحداث التي جرت في ذلك التقرير طبعا هنا الخاص بالتسمم في المدرسة نأتي الآن إلى باء نجيب على باء أختاروا الإجابة الصحيحة مما يلي بوضع علامة صح عن يمينها الوسائل التي اعتمد عليها كاتب التقرير في جمع المعلومات في البداية حينما تكلمنا عن التقرير عن ما هو التقرير وعن الهدف من التقرير تكلمنا عن وسائل لكتابة هذه التقرير أكثر من ثلاث أو أربع وسائل ما الوسائل التي اعتمد عليها هذا الكاتب في كتابة هذا التقرير الذي هو التسمم والموجود في المدرسة هل اعتمد على الملاحظة والمشاهدة في التقرير هل اعتمد على الملاحظة والمشاهدة هل اعتمد ذهب إلى كتب وموسعات بدأ يقرأ عنها هل اعتمد على إجراء مقابلات ربما كلها ربما واحد منه ربما اثنتان فالمركز معنا في القراءة والذي أعاد أيضا القراءة مرة أخرى لوحده سوف يجيب مباشرة ويقول أنه اعتمد على الملاحظة والمشاهدة حينما تفقد كل شيء فيما يخص مطعم المدرسة وأيضا أنه اعتمد لشيء آخر في إجراء مقابلات مع الطلاب المعنيين في هذا التقرير لعلنا نتوقف في هذه الحصة إلى هذا الجزء ونكمله إن شاء الله في الحصة بإذن الله التي تليها ونهاية الحصة وذكركم بأن التقرير وكتابة التقرير إلى هذه الفقرة اعتمد التقرير على شيئين أو مقطعين اعتمد على مقدمة فيها أهداف محددة خاصة فيها واعتمد على عرض موضوع أيضا فيها تسلسل زمني للتقرير للموضوع الذي كتب فيه نقف إلى هنا بإذن الله نكمل إن شاء الله في الحصة القادمة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة